الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وإماما للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم أعزاء الطلبة والطالبات أعزاء المستمعين في كل مكان في جامعة الملك خالد الموقرة وفي هذا الصرح العلمي المبارك نعيش معا في رحاب مقرر دراسي جديد ومسماه التوحيد خمسة هذا المقرر الذي يدور في فلك التوحيد قبل أن نبرز هذا الأمر لابد أن نقف بك عزيز الطالب على عدة أمور أولها إبراز أهمية هذا المقرر إن هذا المقرر هام لطالب العلم وهام للمؤمن على حد سواء ذلك أن هذا العلم يبرز لنا التوحيد ويبني الإيمان في القلوب ذلك أن أهمية العلم تكمن من الغاية من دراسته فهذه الأهمية من أولها ومن طبائعها غرس التوحيد في القلوب أيضا يشرح تفصيلات الإيمان بالله ذلك أن الإيمان بالله الواحد القهار إما أن يكون إيمانا بالله بالجملة وإما أن يكون إيمانا بالله تفصيلا فالإيمان بالله لا يكمن إلا إذا آمن المرء بحقيقة ربه وبالإيمان بذاته وأنه موجود وأنه رب خالق رازق لهذا الكون أيضا من أهمية هذا المقرر أنه يبين أركان الإيمان ذلك أن الإيمان أركانه ستة كما نعلم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر والدلالة على ثبوتها من القرآن والسنة أيضا من أهمية هذا المقرر أنه يبين أحكام القبلة ومسألة التكفير ذلك أنها مسألة تحتاج إلى دراسة ولابد أن يقف عليها الطالب في كل مرحلة دراسية على عدة ليتخرج من جامعة يستطيع أن يواكب التطور وأن يواكب العصر وأن يتعايش مع أبناء جنسه أيضا النقطة الثانية أهداف المقرر ذلك أن لهذا المقرر أهداف من أهم هذه الأهداف الأهداف العامة والأهداف الخاصة ومن وراء دراسة هذا المقرر أهداف عامة تكمن في ترسيخ الإيمان بالله الواحد القهار في نفوس الطلاب أيضا تعريفهم بمنهج أهل السنة في إثبات التوحيد ورد المخالفين ومن أهداف هذا المقرر العامة بناء شخصية الطالب وضبط فكره فيما يتعلق بأمور الخلاف العقدي والنقاش المذهبي بين الفرق المتناحرة في قضية ما أيضا من بيان الأهداف الأهداف الخاصة ومن أهم الأهداف الخاصة الإلمام بحقيقة معتقد أهل السنة في القدر ومعرفة أثر الإيمان به أيضا العلم بأصول الإيمان وضحض شبه المخالفين في ذلك وكذلك من الأهداف الخاصة رسوخ معتقد أهل السنة وهو ما ينبغي أن يسير عليه الطالب وما ينبغي أن يسير عليه المؤمن من حيث الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل إلى غير ذلك كذلك من أهم الأهداف تحديد المراد بأهل القبلة وخطورة تكفير أهل القبلة التأكيد على مذهب أهل السنة من السلف الصالح في العلو والعرش والمعية وكلها صفات سنعيش معها كذلك من أهم أهداف هذا المقرر تفعيل آثار الإيمان في حياة المسلم ذلك أن الإيمان قول عمل فإذا لم يقترن القول بالعمل فلا قيمة للإيمان ومن هنا يقف هذا المقرر على تحقيق هذا الهدف الأساس كذلك بناء الجانب الإيماني لدى الطالب من خلال مفردات المنهج